دايماً بقول للرجال لو بطلت تتكلم خاف لأن الست كائن يميل للتعبير عن مشاعره وطول ما انت منطقة أمنة بالنسبة لها طول ما انت الكمفرد زون هتعبر فإوعى تتضرر من المبلغة في التعبير لأنك مش هتعرف إيه مده إلا لو خسرته لو مراتك بطلت تتكلم يبقى احنا في خطر دايماً بقول وتظن أنك نجوت حتى يطاردك أو يطاردكما شبح الصمت الصمت لو دخل العلاقة العلاقة بتبقى مهددة بس إجابة نبقى على سؤال حضرتك الحدوتة مش فقالت إيه أو هو قال إيه الحدوتة فقاله إزاي وده الفرق بين الشخصية المسيطرة والشخصية القيادية أحب أعرف الفرق إيه الفرق بينهم نعرف الفرق في ثلاث حاجات أولاً الشخصية المسيطرة بتخليك تعمل اللي هو عايزه الشخصية القيادية تخليك تعوز اللي هو عايزه وفرق كبير قوي بين إن أنا أعمل اللي أنت عايزه وبين إنك تعرف تخليني أبقى عايز نفس اللي أنت عايزه لأن الشخص القيادي مؤثر الشخص المسيطر متسلط المؤثر يجيد أن يوحد رغباته مع الآخرين المحيطين به ده أول فرق إنه يبقى مقنع مش متلاعب في فرق بين مقنع ومتلاعب مقنع يقدر يخليك تعوز اللي هو عايزه أو يتنازل ويتقبل ويعوز هو اللي أنت عايزه ده الشخص القيادي الفرق الثاني بين الشخص القيادي والشخص المتسلط في الأسئلة القيادي دائما يسأل ماذا ولماذا إيه وليه بالبلد عايز تعمل إيه وعايز تعمله ليه فيخليك تحس أنك مرتاح يخليك تحس أنك تصنع قرار حتى لو كان هو مش هقول بيسوءك ولكن بيدفعك نحية قرار معين هو يؤمن أنه الأفضل الشخص المسيطر يسأل متى وأين هتعمل اللي أنا عايزه إمتى وفين نوع الأسئلة هو يهمه أنك تنفذ اللي هو عايزه ما يهموش أنك تعوز اللي هو عايزه الفرق الثالث والأخير أن الشخص القيادي يتحمل عنك مسئولية أفعالك فتحس أنت أنك محمي يعني لما تقع في أزمة لا يلقي اللوم عليك ما يروحش يقول لك أنت اللي عملت لا يجامب إن ويحميك الشخص المتصلت لا يتحمل المسئولية وإنما أنت تقع في مشكلة نتيجة لأنك بتلبي رغباته اللي هو فرضها عليك يلقي اللوم عليك أنت دول الثلاث فروق اللي يخلونا نميز بوضوح شديد بين نوع محمود من سمات الشخصية وهو الليدرشيب أو الشخصية القيادية ونوع يعني غير محمود من سمات الشخصية وهو الشخص المتصلت أو الكنترول فريك زي ما بنقول عليه